السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الالي وقرة القدم المصرية وكالعادة بنبدأ بالدعاء للقضية الفلسطينية اللهم انصرهم اللهم ثبتهم اللهم ايضهم يا رب العالمين والدعاء للاستاذ العامري فاروق اللهم ارحمه اللهم اغفر له يا رب العالمين الحقيقة نبتة صالحة وبيت صالح لما بتشوف شقيقة الاستاذ العامري فاروق وهو واقف بثبات وارباط جأش بيدعو لشقيقه لا نزكي على الله ولكن يا رب اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين حقيقة فقدنا شخص قوي الارادة انا الحقيقة لما براجع عمل الازاعي فبلاقي ان اجمل ما فيه اجمل ما فيه ان ربنا اراد ان يكون في تاريخي في تاريخ الاعلامي مدخلتين مع الاستاذ العامري فاروق مدخلة بعد بطولة افريقيا والفوز على الوداد بالتعادل ايجابي واحد واحد بمحمد عبد المنعم ومدخلها والفوز بربعية على نادي الزمالك وقد ايه كانت المدخلة بتوضح ان هناك رجل اداري مخضرم افتقدته الرياضة المصرية رحمة الله على الاستاذ العامري فاروق ان شاء الله العزاء يكون يوم لاثنين في مسجد المشير تنطوي بالتجمع الخامس زي ما كان فيه التفاف قوي حول المقابر بالتأكيد كل نجوم الرياضة المصرية يكون متواجدين في هذا العزاء ان شاء الله فيارب ارحموا ودعوتكم ثم دعوتكم ثم دعوتكم المنتخب المصري بيستعد غدا لمواجهة الكنغو وعمر مرموش اصيبه بنزلة برد كان المفترض ان هو اللي يحضر المؤتمر الصحفي مع روي فيتوريا ولكن بسبب اصابته بنزلة برد حضر مروان عطية مروان عطية اللي حياته اختلفت تماما بشكل كبير جدا منذ يناير منذ انتقالات الشتاء منذ انضمامه للنادي الاهلي وده بسبب قدراته بسبب امكانياته بسبب مجهوده بسبب التزامه بسبب تركيزه في قرات القدم وقبل كل ده وده 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 توفيه ربنا سبحانه وتعالى اللي جاء كتقدير لان الراجل ده برد والديه بمعنى الكلمة الامور دي بتجعل لك التوفيق موجود في خطائك ده اللي حصل مع مروان عطية فتخيل مروان عطية الان مع كامل احترام وتقدير نادي الاتحاد السكندري بيجلس في مؤتمر صحفي في امم افريقيا بعد ما اخذت كل البطولات مع النادي الاهلي وشارك في مونديال الاندية الان جنب المدير الفني للمنتخب المصري يتحدث عن موقف مصر امام الكنغو الديموقراطية وازاي ان اللعيبة والجهاز الفني والجميع مستعدون لعبور هذه المواجهة وان شاء الله نعبر هذه المواجهة والاهم نتمئلنا على عمر مرموش ويكون عنده القدرة ان شاء الله ان هو يشارك فيه مباراة الغد بعد توالي الاصابات الحقيقة بدءا من محمد صلاح محمد الشناوي ايضا امام عشور عمر مرموش الوضع هيكون صعب جدا جدا ولكن ان شاء الله رجالة مصر قادرين على عبور مواجهة الكنغو اللي تحدث عنها روي بيتوريا وقال ان سواء وجه المغرب او وجهت الكنغو كاحتمال ان انت كنت تواجه المغرب بدلا من الكنغو قال الفريق الكبير الذي يسعى للوصول الى المباراة النهائية علي ان يكون مستعد لمواجهة كافة الخصوم نتمنى السقة دي تكون موجودة على الارض الملعب ونشوف بداية مختلفة لمنتخب مصر نعتبرها البداية الاهم للمشوار اللي ممكن بشوية مجهود وتوفيه من ربيان صلى الله عليه قبل المجهود تقدر تصل الى المباراة النهائية بمنتهى السورة وربما تكون نهائي عربي بين مصر والمغرب ولما لا ولكن علينا ان نتخذ كل الجدية والاراضة لتحقيق الفوز البكرة ان شاء الله امام الكنغو الديمقراطية بما اننا اتكلمنا عن الاصابات وبما اننا اتكلمنا عن المنتخب المغربي هتكلم في نقطتين النقطة الاولى هي نقطة رحيل محمد صلاح للعلاج وطلابك العلاج في ليفربول وحديثة لكابتن حسام حسن ولما حسام حسن يتكلم عن منتخب مصر اعرف ان هو بيتكلم من خلال تاريخ حسام حسن حسام حسن قال لو هو مدير فاني لمنتخب مصر وسافر محمد صلاح وهو كابتن المنتخب ووصل المنتخب للمغران نهائية انا هرفض عودة محمد صلاح الى اللعب المغران نهائية لان الرجال اللي شاركت ومشيت من المشوار بتاع التصفيات والبطولة هي اللي تستحق انها تلعب مغران نهائية حتى لو كنت اخسر المغران نهائية هتقول هو بيبالغ حسام حسن او ان حسام حسن بينه وبين محمد صلاح مشكلات لان او خلافات سرية ان ده عايز يحطم رقم حسام حسن فحسام حسن عايز يعرقل مسيرة محمد صلاح عشان يظل هو هدف ممكن تقول كل اللي انت قاس تقوله ده ولكن لما ترجع لتريق حسام حسن مع المنتخب هتلاقيه الراجل اللي كان بيقول هلعب ولو برجل واحدة الراجل اللي سافر هو مصاب عشان يساند منتخب مصر ده بغض نظر عن مدى التحقيق ده اه او الصعود من عدمه ولكن قدر ان هو في سنة الفين او الفين واثنين على ما اعتقد سافر بعد ما كانت البعثة سافرت لكن ده حسام حسن ودي طريقة حسام حسن اللي المفترض الناس تقدر وجهات النظر اللي بتقول الكابتن ما كانش ينفع يسافر ويسيب الفريق ده بغض نظر عن فكرة قبور روي فيتوريا من عدمه عودة محمد صراح اللي بتأكيد هيكون عودته مرحب بها في حالة الوصول للمباراة النهائية وانا بالنسبة للشك بتاع الاصابات الشك واحنا بنتكلم عن الاشقاء وربما يكون فيه مواجهة عربية في النهائي ما بين مصر والمغرب ونأمل ذلك شك اخر مرتبط بالشعب الجزائري وقناة الجزائر الحقيقة اللي بتنقل مباريات المنتخب المصري مباريات المنتخب الجزائري واللي بيتابعها كتير من المصريين الحقيقة لان المعلق اللي بيكون على قناة الجزائرية بيكون احب على قلب الجمهير المصرية من علي محمد علي اللي واخدنا كده احتكار وما عندناش قدرة على الاعتراض وهو كبير المعلقين في مناس برتو اللي بيوزع جدوى المباراة وهو اللي معانا شاء من شاء وابا من ابا هو معانا هو خلاص احنا لابسين علي محمد علي مع منتخب مصر الان يا شاء الله يعني ان يحصل حاجة كده يعني خرافية حاجة كده خارج عن ارادتنا ان يحصل حاجة لكن ما دون ذلك انت معك علي محمد علي اكل المستشفى ده انت لابسه لابسه امعلم فبالتالي الناس كانت بتلجأ للقناة الجزائرية فالناس شك خافت ان بعد خروج المنتخب الجزائري لا يتم بس المباراة المصرية ولكن الشعب الجزائري والقناة الجزائرية قالت كعهدنا معاكم زي ما عملنا في 2021 برغم خروج المنتخب الجزائري مستمرين في ازاعة مباريات المنتخب المصري بكل الدعم للمنتخب المصري انا بحب القدق على النقطة اللي زي دي لان اللي سبب اللي عمل خلافات ما بيننا وما بين الجزائر وشعب الجزائر خلاص كبرنا على المواضيع دي وفهمنا ونضجنا بما يكفي ان ناخد بالنا ان مش الرياضة اللي اتفرقنا الرياضة اتعملت عشان تجمعنا فشكرا للقناة الجزائرية وربنا يكرمنا ونشوف معلق رياضي اخر ممكن نسمعه قبل ما نموت بيعلق على المنتخبات على مباراة المنتخب المصري فدي كانت نقطة مهم جدا ان انا اتكلم فيها واعذروني والله انا مفيش موقف شخصي بيني وبين علي محمد علي كل ما هنالك ان انا شايف ان هو راجل بيقدم اكل مستشفيات وانا عايز حاجة تطربني يعني انا عايز اسمع حاجة استشعرها افتكر جملة افتكر جملة بعد المباراة ده انا مختلف مع احمر الطيب من قبل ما اطلع في قناة النادي الاهلي ومع ذلك بشهد له انه جمل جمل تقدر تطلع بها مباراة كتيرة جدا ده 2013 2012 نهائي المباراة الاهلي والترجي عمل شوية جمل للنادي الاهلي لسه علقه في الازان لغاية دلوقتي الاستاذ علي محمد علي مرة علينا كتير بقالنا عشر سين بنسمعه انا مش فاكر له جملة جملة واحدة مش فاكر له جملة واحدة ولكن هنعمل ايه يعني خلاص هو معانا علي محمد علي ما علينا المهم المنتخب المصري يفوز بازن الله طيب بما اننا بقى روحنا المغرب وروحنا الجزائر طيب نروح لتونس ليه نروح لتونس لان عندنا علي معلول علي معلول نجم المنتخب التونسي انا مقدرش اتخيل ان حد يطلع يعلم خبر على لسان علي معلول علي معلول اصلا ما علنوش يعني تم تداول الفترة الماضية او خلال التمانية وربعين ساعة الاخيرة ان علي معلول اعلن اعتزال اللعب الدولي والحقيقة بعض الناس زوء الصفة والحيسية في النادي الاعلي طرحوا الامر ده فانا صدقته يعني انا بالنسبة لي خلاص ده شخص موصوق فيه فبالتالي اعتزال علي معلول اللعب الدولي فبس خلاص كده امعلم علي معلول اعتزال اللعب الدولي الا ان الاهلي دوتكم موقع جاء بتصرحات علي معلول مع موقع تونسي وبعد حدث عن فكرة ان ده الكلام اللي دايما يتردد عن علي معلول بعد كأس العالم اتقال ان علي معلول اعتزال اللعب الدولي والنهاردة بعد خروج المنتخب التونسي من دور المجموعات لاول مرة بيتقال ان علي معلول اعتزال اللعب الدولي. علي معلول بيقول لكم لو انا هعتزل اللعب الدولي اقول ان انا هعتزل اللعب الدولي. وبالتالي علي معلول نفى هذه الشائعات التي اترضتها على لسان بعض الموصوق بهم بشكل كبير جدا وبالتالي علي معلول لم يعلن اعتزاله اللعب الدولي. هتسألنا كاحمد اسامة انا كنت اتمنى يكون الخبر صحيح. لان علي معلول في الفترة القادمة محتاج ان يكون مركز في اه يعني موراة النادل الاهل. بحكم تقدم السن بحكم اشياء كتيرة جدا. وعلي معلول يمكن مرسيل كولر اعطى دول اقدر بالتجديد مع علي معلول وان شاء الله يتم التجديد في اسرع وقت ممكن. لان علي معلول اضافة كبيرة جدا برغم تقدمه في السن الا انه مازال اعطاؤه في الملعب واضح للجميع وشوفنا في كأس العالم الانديع وشوفنا في كأس السوبر المصري. فاتمنى التجديد مع علي معلول. النهاردة طبعا هتبدأ مباريات دور الستاشر انجولا معنا مبيا. مفيش مباراة سهلة وصعبة في البطولة دي الحقيقة. ولكن الارجح الكفة بتميل لصالح انجولا. مباراة نيجيريا والكاميرون برغم المستوى لهذه اللي بيقدمه المنتخب الكاميروني في البطولة الا ان المنتخب النايجيري لا يحسم بطاقة التأهل لان دي مواجهة تعتبر فيها ندية كبيرة جدا جدا جدا. انا مقدرش اجزم مين اللي صعد برغم ان الورق بيقول ان نيجيريا هي الاقرب للصعود نظرا للمستوى اللي قدمه المنتخب الكاميروني في البطولة اللي كان بيعاني بشكل جبير جدا ولولا ان هو رجع في النتيجة وعمر منتادة في اخر عشر دقايق في المباراة وهدف الصعود جاي بعد الديع تسعين كل الامور دي بتختلف تماما في المباريات الاقصائية. خمسين خمسين لكل المباريات والتوفيق هيكون اللي هيكون حليفه التوفيق هو اللي هيقدر يعبر ولكن بنسبة كبيرة بشوف ان نيجيريا وانجولا ربما يكونوا هم اول سناء صعد لدور التمانية وبكرة ان شاء الله يكون المنتخب المصري نبراها تكون الساعة عشرة وباذن الله المنتخب المصري يعبر الى دور التمانية وباذن الله باذن الله يكون ايضا عبره الى الدور قبل النهائي لكن ناخد خطوة بخطوة كده ونتكلم في خطوة بخطوة يعني مش عايز تقول على حضراتكم اكتر من كده هي يعني لسه اثار يعني فقدان الاستاذ العمري فاروق يعني هي اللي تغي على الجميع ونتمنى له الرحمة والمغفرة وزي ما بدأنا له الحقيقة بالدعاء يعني اتمنى ان ننهي حدثنا في الحلقة بالدعاء وتمنى يعني حضراتكم تدعوا له بالرحمة والمغفرة ونقطة اخيرة حابب اذكرة وهي البطل علي فرج في وقت الناس بتتدول فيها على السوشيال ميديا حاليا بلوجر اسكندرانية عاملة الابان في معرض الكتاب والله العظيم اول مرة اسمع اسمها ومش اقول اسمها عشان انا مش عايز اشهرها اكتر من كده او ان انا يعني اكون وسيلة ان حد يعرف حد بالاسم ده او بالشكل ده لان الحقيقة للمفترض نذكر اسميهم هما الابطال وانا عندي هنا بطل اسمه علي فرج من على منصات التتويق في نيويورك المصنف الاول في السكواش وهو طالع على منصات التتويق بيودين تحيز امريكا للكيان الصيوني فده للمفترض اننا نذكره شكرا لحضراتكم ويبقى النادل آلي دائما وابدا منتصرا يبقى النادل آلي فوق الجميع الله اكبر الله اكبر على كيد المعتدي اللهم منصر اهلنا في فلسطين اللهم منصر اهلنا في فلسطين اللهم منصر اهلنا في فلسطين يا رب العالمين السلام عليكم